اشتركوا في القناة ونحلو اياكم ضيوفا في هذه الحلقة في حضرة الاسير محمد كايد السيوري وفي حضرة عائلة محمد المناضلين محمد السيوري من مخيم عين السلطان في مدينة اريحة اعتقل في 31 ستة الفين وتسعة وما زال موقوفا قيد المحاكمة في سجون الاحتلال وهو يقبع اليوم في معتقل عوفر في فلسطين مشاهدين الكرام يكبر الاطفال مبكرا نعم فالطفولة الفلسطينية معرضة في كل لحظة للاعتقال بل للاعدام وهو محمد يكبر داخل سجون الاحتلال فقد اعتقل طفلا واليوم صار بالغا نعم اعدمت طفولة محمد مبكرا في هذه السجون محمد كان جزء من هذه العائلة واختار ان يكون الى جانب والده وهو الابن الاكبر ليعيل العائلة ويساند والده في اعادة عائلته لكن هذا المحتل ابا ان يترك محمد لمستقبله فاعتقله وزج به في سجون الظلم والقهر نكون معكم مشاهدين الكرام في حضرة عائلة محمد السيد ابو محمد والد الاسير محمد واختنا ام محمد والذة الاسير احنا بنتشرف ان نكون موجودين في بيتكم الطيب ونحكي عن محمد للمشاهدين ولكل حدا بيشوفنا في ضيافة اسير والحديث بداية مع والد الاسير الاخ كايد السيوري ابو محمد اليوم احنا بنحكي عن محمد ابنك الاكبر مازال منذ اشهر موقوف في انتظار محاكمة وان شاء الله بتكون بسيطة وبتحرر محمد قريبا كان محمد ابنك الكبير وزي ما قلنا يعني كان لجانبك واختار انه يكون جنبك يشتغل ويساعد وعيل هالعائلة في مخيم عين السلطان حتى على المخيم اللي حكونا نعم احكي لنا عن محمد شوي الله يرضى عليه ويهدي ومش اول واحد ولا اخر واحد يعني اخده واذا هو يعني بدهم ياخدوه عشان فضى الوطن بدي اشيه واذا يعني بدهم ياخدوه انهم يفكروا يمديهم عملوا اشيه انا منسائل عنه فضى الوطن كله وفضى الاخ ابو مازال في خامة الرئيس كان يشتغل معك محمد كان يشتغل معه وكان يحب شغله الله يرضى عليه ويهدي وبدو يبني مستقبله نعم كان يبني مستقبل الله يهدي ويرضى عليه يا رب ام محمد اعتقل وفق القانون الدولي وقانون الطفل اقل من 18 سنة يعني طفل اه بعد شبل يعني وشبل كان في قسم المعتقلين الاطفال وكبر في قسم الاطفال يعني انتوا اعتقلوا ابنك الطفل اه مزبوط صحيح ابنك كبير واشيه بس لانا هلأ بحط اعتبره انه طفل يعني كان عمره صحيح يعني اكبر اشيه في الدار بس كل احتحركاته يعني واشياء اللي بعملها كان طفل يعني بريء يعني مش انه يعني تقول انه يعني يعني اصر انه يعمل اشيه ممكن انه كان ضغط نفسي ولم انه راح اقبل على هذا الاشي بس بعتبره انه مش يعني اجرامي انه اللي عمله يعني اشي طبيعي بس كان يعني عايش حياته اه يعني عادي حياته طبيعيه يروح يشتغل ويقعد ويسهر يعني مكاني ولا عمره في حياته يفكر في هذا الاشي بس انا ما بعرف انه يعني لهلأ ايش اللي سار معه يعني لم انه اقبل على هذا الاشي يعني وهو بردو ندمين انه يعني اللي عمله اشي انه الطفل يعني اللي بعتبره طفل يعني مش انهم هالمقاومين وهما يا اما محمد بتفرقش عليهم لا طفل ولا كبير اه مزبوط يعني ويقدروش انه هذا شاب صغير يعني مش مش مدرك بالظبط شو الاشياء اللي بيقوم فيها وهذا محتل ما هو بعتقل الاطفال وبيعتقل الشيوف وبيعتقل المسيار وفي نظرهم مجرم في نظرنا ابننا اللي هما اضطرونا هذا المحتل اضطر ولادنا انه يروحوا لهذا المربع بدنا التحكي لنا محمد عن محمد الابن اللي في الدار حكاية محمد كيف بتعامل محمد معكم الضحكة اللي دايما محمد بتركها في الدار اساسا هو محمد يعني كتير ضحك وكتير حنون يعني طيب واللي في ايده مش له كان بيشتغل يعني مثلا ويرجع عالدار يكون كتير جايب اشياء زاكي خاصة في عنده اخته اسمها تالة الصغيرة كتير كان يحبها وكل اشيء لها يعني حنون كتير كتير صحيح بيشتغل وبتعب عساسي انه مثلا يكون معه مساري بس اللي في ايده مش له للبيت بحب خلاص يسرف وهيك وكان كتير حنون وطيب يطلع عالشغل مثلا صحيح كان غلبني الصبح بس اصحية بس في عاودي خلاص ما بحبش ويزعلني هون يعاودي عاودي ياخد عباله خلاص ويطلع عالشغله ويرجع وكان مع ابوه شوية هيك يضل ابوه خايف على كتير يضلو يقول ما تسهرش ما تروحش ما تجيش كان يحكي لو املكت روحيني ايابا هون في المخيه وان بدي اروح يعني كان يعني عايش طفو خلاص اشي طبيعي عادي بس احنا كنا نخاف عليه يعني بسراحة بس يجي يطلع صحيح ولي كبير بس نحس انه لسته صغير هو بنظر حاله انه كبر وصير بده شاب ويروح مع الاسحاب واشي زي هيك خلاص بس بحس انه يعني عن جد يعني ترك اثر كبير في الدار يعني منقعد متغدى يعني خلاص بفتقده والصبح بس اجي اصحي اخوان وبفتقده بس نسهر بالليل مثلا كتير يعني بفتقده بحمد ابو محمد كديش ترك فراغ محمد في الدار انا عالتليفون بقدرش احتي معه تقدرش بقدرت انا زيعت عشان انه موجود في السجن ما دهتش ازوره زرته مرتين في المحاكم ثلاثة بس عالسجن مرة واحدة رحت تغلبت وما دهتش اشوفه ومحمد من الشباب اللي بسمعوا كلمة اهليهم مش مشكلجة منضبط لا الحمد الله الله يرضى عليه بقى يتقولي الشغلة يرد علي يعني بقى يرد وين بتستفقدوا اليوم كل موقع انا فيه يعني بس اكل بقى كل امتين بقوا انا بحس انه بقى يعد معاي حتة عالاكل حتة عالاكل تلافون تاني يحكي معاي بعطي لها امه بدنش اكمل بها الحمد الله مش سهل اعتقال الابن الكبير وهو لسه صغير الحمد الله بقول بقى عاود بقول فضى الوطن يعني السائل يعمل اللي بدهم اياه انا عمر ما دربت حاجة ورا عمل الربط على الاسرائيليين وبقيت اقول له يا ابا ابعد ابعد ماناش فيهم بس الله يرضى عليه هو اختار هذا هو اختار طريق هذا هذا الطريق طريق الصح انا معاه اذا هم اخدوا شبال زي هيك انا معاه يعمل اللي بده اياه صار 18 في قسم الاشبال صار 18 اه ونقلوه يعني ران علي ابو لي بعيد ميلاد اليوم ونقلوه وهذا السنة المهمة يعني هذا العيد ميلادي اللي هو بده ينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب اجا عيد ميلاده في السجن الحمد لله الله يهديه بقول يا رب كان يا ام محمد يستنى وتستنى انه تحتفل بعيد ميلاده الثامنة عشر بينكم هو قبل ما يكون عيد ميلاده بخمس ايام كان طالوا يقول لي امتا عيد ميلادي امتا عيد ميلادي احكي له اسبوع الجاي بتسعة سبعة عيد ميلادك هلا بعرفش انه يعني كاين هيك يعني في اشي داخله ما بعرف فهلأ يوم ما اجا عيد ميلاده اخدوه قبل ما يجعد ميلاده باسبوع باسبوع اه يوم عيد ميلاده حكي وخواته هاتوا اعملوا يوم عيد ميلاده وقلت لهم لا بعملوش عيد ميلاده مش موزود يعني فبحكي له يوم ليش هكي عملت يعني هاي اليوم عيد ميلاده بحكي طيب يمطلعوني هو على أساس أنه يعني خلاص دم طلعون الأسبوع الجاي في أول محكمة يعني أنه خلاص يعني بيطع من قسم الأطفال على قسم الكبار هو أول ما راح يعني حرام كتير تدايق عند الأشبال وكتير كتير متدايق كان محروم هو بدخنه طبيعته محمد يعني هم ممنوع التدخين عند الأطفال ممنوع التدخين وكتير كان متدايق وهو بيحكي يعني فهيوم انتقل من مرحلة الأشبال للبقر اللي تكبر يعني حسيته شوي صار عنده يعني تعود وإشي بس يعني بظال هو يكابر هلأ بروح على الأزورة وفي السجن بحكي له كيف أنت منيح كل إشي بيحكي لي آه منيح الحمد لله مبسوط يعني يعني هو بيعرف أني أنا بزعل على أي إشي يعني بكونهم إشي منيح هلأ في البرد الدنيا كانت لا لا مش برد هين منحين غرفة ياما بالسجن كتير حل وفيها برادي وفيها بسرقاش يعني بحاول أنه يكابر أنا بعرف أنه يعني كابر زي ما أنت بتحاولي أنت ممكن تبكي قدامه هيك أنا أول مرة يعني بكيت قدامه ما قدرتش حاولي يحكي ليوم ولا أتعيطيش عادية ما بطلع هو يعني اللي بيصبرني يعني صحيح بروح على السجن عساس أشوفه بمبسة كتير بمبسة وانا بحكي معه إشي وهيك بس هو بحاول أنه يعني عيني في عينه ما بجي بهاش يعني نهائيا بحاول هيك كتير كنت أشوفه يعني حتى في أثناء قاعة المحكمة يعيطه يبكي بس مايفرجنيش عاود يدير وجهه هيك ويمسح دمعته إشي فأتذكر يعني كيف بيكون موقف وإشي بس أنا ببواقف معه يعني لليوم بحكي له معلش يومة أنت يعني حكمك يمكن يكون قليل وإشي وشار ومن هالحكي وهو برضو كمال بحكي لي أنا يوم بس أطلع بدي أضلني أشتغل مع أبوه بديش أطلع ولا بدي أسهر وبدي حشان تجاوزين وقلت له إن شاء الله بس تطلع بس يومة بالسلامة بنجاوزك ومنفرح فيك يعني إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله يعني ما يخففوا الحكم عنه وهيك نشوف المحامي محمي أحمد صفية إن شاء الله بسير خير يعني أب محمد كديش الأب بيكون قوي كديش بيكون شديد مرات لمصلحة ولاده بس في هيك مواقف بقدرش بقدرش لا أنا آخر مرة شفته بقيت في عرص جمال هديب إبراهيم هديب قاعد قبالي واقف قبالي يعني قاعد على الكرسي قبالي طلعت عليه نزل عين الولد قلت الله يستر وهديك يوم وهذاك هذا يوم يعني الولد عارف إنه بدي أعمل إشي يعني عارف إنه بدي أعمل هذا الإشي بتحكي عن محمد وإنت متأثر أبا محمد حتى كدهان مو بتقدرش تضبط الحالة لا أنا بس أروع على قاعة المحكمة إلا إلا عاية بقدرش وهي يعني يدوب لحظات الواحد يقدر يشوف مزبوط محمد ليش وسطي سألتي إذا سكعان ولا مش سكعان بحيث لأنه غادي عندهم برد يعني أنا إذا رحت مبرح على الزيارة رحنا فوج أول دخلنا وطلعنا أنا أول مرة بنزور في عوفر دايما بزور بريمون يعني كتير فرق بين سجن عوفر و سجن ريمون يعني في أجواء الشتاة في عوفر عشان المشاهدين يعرفوا أجواء الشتاة عندهم برد يعفات إحنا عنا قاعة جوة وسكعة كثير وأخته تالى كل زيارة تسر إنها تروح تزوره مبارح بتقولي يي أنا يوم كتير قرت ليش هيك ما كنا نروح أبعد يعني ما كانش هيك الوضع بالنسبة للنظام عندهم برد والنسبة للغاية برضو يعني كتير برد والقاعة مفتوحة برد يعني كتير كتير عن جد برد فهو بحكي لي يوم ما خلصنا مبارح يعني بحكي لي سيري زوريني شهر أو شهر لا بحكي ليش بقولي عشان شايفك برداني يعني ومتغلبة وهيك يعني بحكي لي لا أنا لو كل يوم زيارة بجي لك يعني ما بتفرقش معي حتى لو سكعة بدور حتى لو برد عن جد مبارح يعني لحنا عايشين في أجواء مش سكعة ثلج يعني كتير كتير مبارح كان مع ذلك رحتي في أجواء مبارح على الزيارة اه رحيت اه يوم ما أقرب عليه يعني أكون مبتسمة ومبسوطة رح أتقالك عن الزيارة بس بدي أكون لمشاهدينا الكرام احنا بنحكي عن الجو البارد وعن سجن عوفر في أجواء الشتاء زي هاي الأجواء اللي بنعيش هاليوم بتتحول غرف السجن في عوفر وفي كثير في غالب السجون في هاي الأجواء تتحول الغرف إلى ثلاجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الأسرة الإشي الوحيد اللي ممكن يحصلوا منه على الدفاة الإحرامات حتى الإحرامات ممنوعة دخلوها على الزيارات منعت إدارة مصلحة السجون بيشتروها من خلال الكنتين وهي إحرامات مش إثقيلة لكن هي الإشي الوحيد اللي ممكن أنه يعطي الدفاة للأسير في كثير من السجون والأقسام بتكون معاقبة في هذه الأجواء في الشحرامات في الشليبس شتوي وبالتالي الأسرة في الشتاء بعيشوا في أجواء ثلج حقيقية بكل أسف اليوم إحنا في هاي الأجواء هذا السبب اللي بيخلي إم محمد تسأل ابنها إذا هو دفيان ولا لا طبعاً هو كلك دفيان أنت مقتنعتيش لأنك عسيت السكعة في عوفر احكي لنا عن الزيارة كمبير إحلا روحت أنا على الزيارة كان عنا فوج يعني إحنا الفوج الأول اللي فتنا على قسم 20 ابني في قسم 20 فتنا وزورنا وكل شي تمام طلعنا على الساعة 12 فضلينا من الساعة 12 للساعة 6 المساء بس يعني روحنا تخيل يعني كان في كتير ناس الزوار يعني وإحنا براع زروفهم في كتير يعني كانوا برضو ستات كبار في السن وفيش مقاعد برا في فيش مقاعد فيش مقاعد أغلبهم كسرة ومي تحتين يعني إش عن جد يعني بقدرش أوصف لك إياه إلا الواحد يش يجربوا يعني كتير حكيت للستات اليوم عن الشعور اللي أنا عشتهم بارح يعني فيش حدا إلا منه يشوفوا يجرب فاضطروا الستات الكبار اللي لسه ما زاروا أولادهم جوا جيبوا مثلا بعيد عنك محارم وورق وهيك أشياء لملمنالهم إياهم عشان يولعوا نار ويدفوا فصار الريحة تدطل على الدخن وإشي فأجوا من جو الشرطة الإسرائيليين منعوهم وبهدلوهم قالوا لهم ليش بتولعونا رحكم حمنا نتدفة يعني ليش هلأ ما فوتتونا لسه يعني كل فوج ساعة بقعد غير التفتيش وغير الإجراءات اللي بيعملوها داخل السجن فقالوا لهم انتوا ليش تجوا هون على الزيارة انعوا أولادكم وفوتوا السجن وبتبطلوا تزورو قالت له فيه ستة كبيرة يعني هذا هو يعني جوابا كل إشي ليش ما بتعملونا أشياء بره يعني سجن عوفر أنا بزوره أول مرة لازم بيكون عن جد في يعني أقل ما فيها أنه مقاعد يرتحوا ستة الكبار والإشي برد كتير وجوه السجن وبتطر يعني الواحد يستنى يعني خاوة وغصبا عنه عشان يولاده يعني ما بتطر بدو يشوفهم يعني أنا الأول تلونه لونه إيش ما بيصير ويطلع مثلا إلي الفوج الثالث أو الرابع عادي بستنى يعني فيه ستات كتار بيحكوا ليش يعني ابنتك الزغير جايبيتها بنتي صف خمس عشر سنين عمرها بتحكي لهم عادي ما أنا بسدق ما أغمض عنه وفتح عينه وأيجي عشان أشوف محمد أشوف أخوي بالنسبة للمقاعد بالكتير موفرين أشياء بسجن ريمون أفضل يعني أفضل بكتير أفضل بكتير مع أنهم يعني اللي بيكونوا بيعيشوا فيها إزلام كبار يعني فوق مش أشبال مش أشبال بالمفروض الأشبال يعني موفرهم يكون في عناية أكثر وغروف أفضل أبو محمد يعني إحنا مش بس كاعدين بنحكي عن الظروف هاي الصعبة ولا بنحكي بس كمان عن الظروف البرد اللي بيعيشوها الأسرة في عوفر وفي السجون اليوم كمان عوفر قبل فترة اسمعنا أخبار عن قمع عن اقتحامات لما بتسمع هاي الأخبار في عوفر وابنك موجود شو شعور الأب بدايا وبعود بقول اللي بيصير عليه بيصير على غيره بدايا عليه مش بكفي قهر السجن كمان بيدخلوا عليهم وبقمعوهم هدو الظلام خلق بيعيشو الأهل نعم صحيح يعني هو جوه خايف وإحنا برضو خايفين عليه بس بتقول ما هو بين إخوانه يعني يعني هم اللي حلو فيهم إنهم كلهم يدية واحدة جوا بقدروا يديروا أمورهم إيد بإيد واحدة بحبوا بعض يعني كلهم بيتواصلوا معي بلدي إيه محمد كويس وبصى شو يعني الشباب أصحابه جوا يعني بيطمنون عنه شو دايما بتواصل محمد شو بتودي لمحمد مع أمم محمد لما بتواصل؟ بقوله أهم إشي إنه ما يزعلش رفقاته جوا لأنه هم العيلة جوا هم العيلة جوا هم يعني صحبة السجن مزاي صحبة بره عايشين الوجع وعايشين نفس الظروف وعايشين بدهم قابلهم يبقوا يدية واحدة يعني والحمد لله من قابل بيجوا أصحابه بتطمنوا وبتلطلوا؟ بيجوا ومش دايما كديش مهم يجوا أصحابه ويسألوا عنه؟ أنا بره بسرت له صاحب يجي هم بره يسأل عنه بتنبسرت بتشوفه في وجه أصحابه بتشوفه يعني هذيك اليوم حكيت معهم بتقولوا ليش ما بديجوا بيسألوا عن الحمودة؟ بيجوا بقعدوا شوية يعني شباب صغار بس بنبسرت أنه يجي صاحب يسأل عنه بتنبست وهذا اللي إحنا دايما بنقوله لمشاهدينا الكرام إنه أهالي الأسرة يعني بدهم مش أكثر من هيك زيارة يحسوا إنه صحابه أهله جرانه شعبنا سائل في الأسرة مجرد سؤال بعني لأ مزبوط أبو محمد؟ يعني أنت أنا يجي يسأل عن ابني أنا بنبست يعني ولأن ابنه هي ومش مش إنه مش حدا سأل عنه الكل بيسأل عنه وهذا البرج يعني من الناس مش بس لا ابنيه لكل أهل الأسرة لكل أهل الأسرة طلقلوا عليهم بس هذا اللي بدي إياه يعني إنهم يسألوا عن ولد محبوس سواء ولد ولا مره ولا زلمة يسألوا ويروح يتطمنوا مش أنا بحاجة إلهم الله لا يعوزني لحدا بس إنه يعني برفع معنويات الأب والأم فقط وهذا هو اللي إحنا بدنا نوصل له إنه إحنا بحاجة يا أم محمد إنه نعطي شوية معنويات شوية دعم لأهالي الأسرة أم محمد بيقول بالناش أكثر من هذه الزيارة بس أنا لا تجيش إشي منهم يعني أنا باضطر أحكي له أصحابك بيجو بيسألوا عنك مثلا بأساميهم بحكي له مثلا هيك هيك بيحكي لي آي وإنشوفتهم قلت له بشوفهم أحيانا وأنا مروحة يما من الحارة وأحيانا بيجوا هم يعني ع الدار بيسألوا هيك بيحكولي مثلا إمتى المحكمة إمتى إشي حرام يعني ما بأسروا برضو كمان وأهلنا وجيراننا الكل بيسأل كل ما بيعرفوني أنا رايحة مثلا على الزيارة الكل بيجي مثلا بيحكي لي كيف محمد أو خاصة على المحكمة بيجيوا بيسألوا يعني يعني لو من خلال التليفون يعني صحيح بيكون مؤثر وإشي الواحد كل ما بتتأجل يعني هو كان يوم كان بسجن ريمون كان يضطر ينزل في بوستة ثلاثة أيام لو وصل للمحكمة فكان كثير يعني عذاب رحلة البوستة ثلاث أيام يعني بس يوصل بيحكي لي مثلا أن يوم هيني نازل على البوستة يعني يوعد ثلاث أيام بس يوصل للقاعة فطلع عليه كون يعني كثير هيك عينيه ووجهه يعني حاسس فيه أنه برد خاصة كان يوم ما تيجي محكمته يكون فيه برد ومن خفض فهلأ هو يعني المحكمة تاعته إن شاء الله بحد عشر ثلاثة بيحكي لي عادي يعني لو تأجلت يعني مش فارقة مع له أنه كان كثير يعاني من البوستات يوم ما ينزل من سجن ريمون عم حكمة عوفة طب خلينا أقول للمشاهدين شو يعني بعاني ثلاثة أيام في البوستة بخرج الأسير مشاهدين الكرام في رحلة البوستة البوستة هي الحافلة اللي بنقل الأسرة المعتقلين ما بين السجون وبين المحاكم هي عبارة عن سجن متحرك حديد حجرات من حديد بكون الأسير مكبل فيها بالإيدين والإجرين لساعات طويلة أقل رحلة إذا الأسير رجع في نفس اليوم بده ثمانتعشر ساعة في حال محمد بكون في سجن في الجنوب محكمته في الوسط ثلاثة أيام بقعد في الطريق يعني بده يتفتش في اليوم في أكثر من محط التفتيش بده ينزل في أكثر من مكان للتفتيش للإذلال ثلاثة أيام عذاب وقهر بكل ما تعني الكلمة من معنى حتى الأماكن اللي بنزلوا يريحوا الأسرة فيها هي سجون وزنزين بكونوا الأسرة فيها مكبلين وبالتالي رحلة البوستة هي أسوأ رحلة بمر فيها الأسير داخل السجون إذا كانت في يوم واحد فما بالكم إذا كانت ثلاثة أيام عشان هيك محمد بقول اللي وردته كديش هو تعذب في هاي الرحلة وكديش بكون مبسوط إذا المحكمة تأجلت حكالك عن البوستة؟ هو بحكي لي إنه بارد يما كتير وبيضلهم زي ما أنت تفضلت إنهم قاعدين على حديد برضو وفي الشي شباك العالي كتير شباك لدرجة إنهم كان من كتر الزهق بحكي لي مرة حاولت إني أطلع هيك أشوف شولي وين أنا وصلت وين صرت يعني فبعرفش كيف السيارة دربت برك أو شي بالعمدة ورجع إلى وراء ووقع يعني فتندم إنه ليش هيك سر معه يعني وتخدش ظهره شوي بس هو بحاول إنه يعني يغير جوه يعني إنه مش أكتر وهو قاعد في إيديه مكلبة شين ورجلين ولا بيدخن ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيشرب ولا حمام ولا إشي في هاي وبيحكي لي إنهم بنزلهم في المعبار بعرفش الرمضة أو شي مكان الانتظار في الرمضة بحكي لي برضو كتير وسيخو صحيح بيعين الله وهذه رحلة معناة رحلة يعني الواحد بالنهاية ما بحكي إلا إن شاء الله بتفرج عليهم على جميع الأسرة وأنا يعني بحاول بحكي له هاي هم يما تطلع في كتير أسرة يعني بكونوا مؤبدين يعني محمد عاش في سجل رمون وشاف كيف المعاناة وكيف اللي أغلبهم مؤبدين وأغلبهم حكمهم عالي فأنا بظلني يوم أروح أحكي له تطلع يعني إن شاء الله حكمك قديل إن شاء الله بحكي له يوم عادي الشباب كتير مناح وكتير مبسوطين إحنا معاهم وإن شاء الله بتفرج عليهم يعني محمد الشباب اللي غادي يعني يوم رحنا على الزيارة تعرف عليهم أنا تعرفت عليهم يعني ومعرفني عليهم بضطر إنه يحكي لهي أنا مثلا هذا تعرفنا على أبو خاربيش وتعرفنا على أبو فادي جلاي طبعا نحنا بنوجه لهم التحية وأسر القدامة كتير يعني أنا حافزوا يعني وداروا بالهم على محمد ابني كان يمكن أصغر واحد عندهم محمد وبيعتبروا إنهم ابن إلهم وأنا نبسط عليهم ويعني تعرفت على أهليهم هون من خلال محمد شو بتقولي لهم اليوم هما ومحمد بحكي لهم إنهم يضلوا على هذا الدرب وضلوا يعني صابريين وإن شاء الله بتفرج عليهم يعني عن جد عن جد هدول مقاومين إنهم إحنا بنفتخر فيهم لإني أنا تعرفت عليهم يعني يعتبر شخصيا من وجه لوجه حكيت معهم بالتليفون في خلال الزيارة ومبسط يعني أنا بحاول بحب إنه ابني حاول إن شاء الله إذا يعني بيصير إشي يعني يرجع عندهم يكون موجود آه يكون إن شاء الله بيلتقوا فيهم بره كلهم يعني يا رب يصير صفقة زي ما بيحكوا صفقة إيجابية والكل يلتقي معهم بره يعني الله يطلعهم بالسلامة إنهم شباب محترمين يعني بقول لي يا كاعد يعني بقول لهم ديروا بالك عن محمد بقول لي محمد دير باله علينا ما شاء الله زي سيده طلال آه قادر يعني عن أبوي بقول لي ما شاء الله نفس سيده طلال يعني بيقوم يعني بخلينا بيتمازح معانا يعني شاب خلوق ومحترم يعني بقول لي بظل أعديلهم على الباب يعني أي إشي بنولهم يعني بقول لي زي ولد من أولادنا نسألش عنهم يعني هذا إشي ببعث بالتفاؤل إنه أسرانا وإحنا بنحكي عن أسراء قدامة لما ذكرت لنا أم محمد أبو خربيش وجلايطة بنحكي عن ثلاثين سنة بنحكي عن ثلاثين سنة 18 سنة بنحكي عن محمد بكل هاي الروح بواجه هذا القهر وهذا السجان لابد في يوم الأيام إنها تشرق شمس الحرية وإنه نستقبل كل أسرانا أحرار هذا أمل لن ينقطع وهذا حلم سيتحقق بكل تأكيد مشاهدين الكرام نخرج في فاصل قصير ومن ثم نعود وإياكم في ضيافة أسير أعزائنا المشاهدين نرحب بكم من جديد في ضيافة أسير ونحن ما نزال في ضيافة وفي حضرة الأسير محمد أسير يسعدنا أن نرحب وإياكم بضيفنا ياسر أبو شرار أمين سير تنظيم حركة فتح في عين السلطان أهلا وسهلا فيك في ضيافة أسير لنا الشرف أن نكون في عين السلطان في حضرة المناضلين في حضرة هذا المخيم المناضل ونتحدث مع هذه العائلة الكريمة عن محمد السيوري عين السلطان ومخيم عين السلطان أخو ياسر باستمرار في حالة من الاعتقال في استهداف وتحديدا للشباب الصغار ومحمد كان شبيل كبر في السجن أهلا وسهلا ونتقل لكم دور مهم في متابعة قضايا الأسرة ومتابعة أهالي الأسرة وهذا شيء ببعث الفخر والاعتزاز أهلا وسهلا فيك ونحن نرحب فيك وبيت الأسير محمد كايد السيوري وباسم حركة فتح حركة تهريب الغنسيني فتح نرحب فيك وفي هذا المخيم الصامد هذا المخيم يتعرض لأكثر من 30-40 شبيل اعتقلوا ومنهم الناس روه على فترات وهذا البيت بيت أسير وبيت مناضل وإحنا دائما كحركة دائما هذه الحركة البضحي وبتقدم حركة فتح وإحنا دائما نوقفين بجانب هذه الأسرة وشو ما يتعلق منا حركة فتح شو يتوجب علينا إحنا دائما نوقفين معهم وهذه الحركة يعني الكل يعرف أنها كدمت ألوف الأسرة وألوف الشهداء وهذا حاننا يعني وإن شاء الله أنه ربنا بفرجها على جميع أسرانا البواسل وهذا المخيم فيه يعني عمداء الأسرة عمستوى محافظة عريحة محمود أبو خربيش نحن نوجه له كل التحية وكل احترام لأخونا أبو أسمى وأخونا جمعة آدم التكروري أيضا كل التحية كل التحية والاحترام له وهذول الأسرة لأمضوا أكثر من 32 عام داخل سجون الاحتلال وإن شاء الله أنه الفرج القريب والعاجل لهذه الأسرة وبرضو كمان نوجه كمان تحية لأخونا الأسير أحمد كعابنا برضو كمان هذا الأسير من عام 1996 معتقل صحيح عمضى أكثر من حوالي 23 عام داخل السجن أو 24 عام وإن شاء الله الفرج القريب لأسرانا البواسل طبعا هذا المخيم فيه أكثر من أسير وهذا المخيم فيه كمان أكثر من شهيد هذا المخيم يعاني زي بقية الشهداء فيه كمان شهداء كمان برضو هذا المخيم قدم وفيه برضو كمان أسرة جرحة كمان داخل السجن من هذا المخيم ومحمد جوالي هو محمد السيوري يعني شبل عمره 18 سنة حتى لما أعتقل كان عمره أصغر من هذا العمر واليوم إله ثمان شهور ومطلوب له حوالي سنتين سنتين ونص وإن شاء الله أنه ربنا بفرجها عليه وعلى جميع الأسرة فيه استهداف مباشر للأطفال أكيد طبعا يعني إحنا تحت احتلال والاحتلال دائما وابدا يعني بيستهدف الأشبال الصغار ويعني معني هذا الاحتلال في هذا الشيء يعني ويعني بإن شاء الله إحنا بنقول إنه هذه فترة إنهم في هذا السجن يعني بيتعلموا وبيستفيدوا من السجن اللي هم فيها وإن شاء الله يا سيد أنه ربنا بفرجها على الجميع يا أبو محمد كديش بعني لك إنه بيكون في مسؤول تنظيم في منطقتك بيتابع معك بيكون حاضر بيسأل عن محمد كديش هذا مهم بالنسبة لك أنا الأخ ياسر أبو شرار مش إني أنا باعتبره تنظيم أنا باعتبره عمد الولد لأنه من حد ما دخل جوا السجن هو متبع معي أول بول عليه يعني ما يعني ما أسرش يعني أنا وجوده تنه يرفع تلفون ولا يجي يسألني عن محمد بسوة كل الدنيا يعني الله يقويهم ينصرهم يطلع جميع الأسرة من جوا أنا هذا اللي بديه والأخ ياسر يعني أنا باعتبره مش تنظيم باعتبره عمه للولد كل حتى ضعيدة بكررها يعني شو المطلوب من من تنظيماتنا من شعبنا في موضوع الأسرة شو بطلبه الأهالي بطلبه أنه يعني أنه أصحابه أنه بيسألوا عن أبوه يسألوا يعني كيف محمد يعني تنم يجوا يسألوا بلاقيها قد الدنيا كلها يعني بس يجي ياسر عندي ببقى ملا كانون النار باجي بلاقي جاي عندي يا كايد كيف محمد هذا بتسوي كل الدنيا عندي يعني لو أعطاني عشر تلاب دينار ما سألنيش عن ابني بديش ياهم وهذا اللي كنا نقوله قبل شوي أخي ياسر أنه أهالي الأسرة عائلات الأسرة مش قاعدين بطلبوا أكثر من هيك سؤال وبالتالي مش لازم شعبنا يبخل عليهم وإحنا بننظر باحترام وتقدير لجهدكم ودوركم وكديش مهم أنه نكون لجانب أهالي الأسرة شوف كديش طلبهم بسيط أكيد يعني اللي شغلة يعني معنوية أكثر منها مادية يعني يعني بالنهاية يعني الأسرة قضية الأسرة يعني هي بتكفش على عين السلطان ولا على محافظة أريحة بشكل عام هذه قضية من الظهرية حتى تصل جنين يعني هذا شعب يعني فيش بيت فيش حارة فيش مخيم فيش قرية إلا فيها أسير فيها شهيد وفيها جريح يعني هذه قضية الأسرة يعني ما بتمتهيش إلا مع زوال الاحتلال وإن شاء الله هذا الاحتلال إلى الزوال وإحنا بالنسبة لكضية الأسرة يعني ما نفرقش بين أي واحد بغض النظر إحنا كفتح صح إن إحنا التنظيم الأكبر الموجود على الساحة لكن بالنهاية الأسير عنا أسير يعني الأسير سواء كان من حركة فتح أو مش من حركة فتح في هذا المخيم تحديدا عتواصل نتعامل معه إنه أسير داخل السجون سجون الاحتلال نتواصل مع الجميع بغض النظر عن انتماءه وعن فصيله إحنا بنهاية كلهم أبنائنا إحنا صحي إننا لا نملك المادة يعني المادة بتعرف إحنا في وضع صعب جدا صحي إحنا كدر الإمكان شو منقدر نساعد أهل الأسير منوقف معهم شو احتياجاتهم منقدر إحنا نلبيها منلبيها طبعا عن طريق الأقليم عن طريق هيئة الأسرة يعني متواصل معهم أي مشكلة بيعانوا منها منحاول إنه إحنا كدر الإمكان نحلها بغض النظر شو مكانت مشكلتهم دائما التواصل والزيارة أهم زي ما حكى أخونا أبو محمد صحي أهم من المادة لأنه المادة مش كل شي صحي لماذا هذه المادة مهمة بس مش اللهم إنك إنت تكون متواصل معهم اجتماعيا أو يعني أنا بشوفه شيء أفضل من المادة صحي وهذا المطلوب دائما هي هاي الوقفة الإنسانية الوقفة الاجتماعية هذا ما نسميه الوفاء وأسرانا بيستحقوا أقل ما نملك بل كل ما نملك من وفاء لأنه هم مضحيين بأعمارهم وبالتالي هذا إشي بسيط اللي ممكن يتقدم أبو محمد كيف بتتابع سير محاكمات جلسات المحاكمة للمحمد يعني لليوم هو بتردد على المحاكم يعني أنا آه بتردد على المحاكم يعني بس يعني بيحكوا معنا بقولنا فيه إنه محكمة بحين المحكمة برجع لها بس الصليب ما بساعدنا بأي شيء الصليب يعني تلك ابن انتقل من عوفر من سجن رمون لعوفر ما بلغوني ما بلغوش لا يعني أنا تنيرات عليهم بقولك الساعة ما وصبناش الخبر نادي الأسير آآ الأمانة إنهم بيساعدوا بوقفوا مع الناس يعني الصليب قبل الفترة يعني الزيارة فيه اللي بقت الزيارة راحت بقولك ليش ما زيجيس سجلت يعني بقولهم طب أنتوا يعني تدروش ترنوا على أبو الأسير تقولولي يعني شو بدي يصير عليكم بتقولك لا احنا مش شغلنا هذا الحكي تالي فون كله هيك ردوا علينا قالك مش شغلنا هذا الحكي تعني مش مشكلة وراحت الزيارة وراحت الزيارة وبتكونوا تستنوا في الزيارة تاعدين لحظة طب أنا بعرفش يعني أول مرة ابني بنحبس يعني ما بعرف إنه فيه لازم أروح قبل أكامل يوم أحجز وبصار شو وتطبقى مش شيء قال لا ما بقدر مش منا الحكي من فوق مش من هون كي يخلف عليكم فراحت الزيارة نعم حكيت مع أخونا ياسر نعم لا ياسر هيك هيك صار معنا وبعدها يعني تماشوا معنا يعني يعني دك تحكي لا جهات مختصة إنهم يحكوا معاهم اللي يساعدونا يعني احنا مش مستنين من الصليب ولا مستنين من أي مخلوق إشي والحمد لله وبابن فضل وطن يعني مسائل عنه طلع ولا عمره ما طلع مسائل خليه إن شاء الله بطلعوا كل وطننا وتنظيم المخيم يعني ما بأثر شاعدة أنه يطلع أي ابن في المخيم اللي هو ابننا وابننا كلنا يعني التنظيم مخيم ما بيقصر بمواقفين له مش الدور إنهم يجيبوا الدور وقفتهم بناتنا يعني بتلاقيها فخر يعني أنك تشوف تبعوا الشباب التنظيم بناتنا وقفين معنا يعني أنت بتعتز يعني هاي مجهين وقفين الناس صحيح وأنا بعيدة بعيدة يعني بكرر بقول ياسر أبو شرار مش تنظيم ياسر عمولة محمد وأنا إلي الفخر فيه يعني هذا أخو ياسر لما بشعر أهالي الأسرة بأنه المسؤول التنظيمي مش بس يعني هو مسؤول تنظيمي كمان يعني هو شاعر فينا شاعر بأوجاعنا هذا الشيء يسجل أكيد هذا بس يعني هذه يعني شوف هذه أمانة وهذا واجب يعني واجب نضالي وواجب وطني إنك إنت كمسؤول أو كتمثل التنظيم إنك إنت دائما أبدا تكون واقف جنب عائلة الأسير أو الجريح أو الشهيد يعني إحنا شو ظللنا غير الأسير والشهيد والجريح مالله نشي يعني هذه هي قضيتنا اللي ضلت يعني هذا قضية الأسرة بالذات يعني هذه القضية يعني بتقدرش يعني أنت تتوانى فيها أو تتخلى عن أي أسير يعني دائما أبدا تكون واقف بجنب أهل لأنه الأسير يعني داخل السجن إحنا كلهيتنا أعتقلنا وكلهيتنا كنا أسرة الأسير دائما وأبدا تفكيره يعني بيظل في أهله في عيلته في أبوه في أمه في كذا فعشان هيك إنه إحنا كما يكون فيه تنظيم بغض النظر أنه بمثله ياسر أو أي شخص ثاني يعني المسؤول للتنظيم والأعضاء اللجنة في المنطقة التنظيمية دائما وأبدا واجبهم إنهم الأول الأسير يعني يكونوا واقفين مع أهل الأسير شو الدور اللي ممكن يكون فيه التنظيم أو المؤسسة في مخيماتنا في مدننا وقرانا تجاه الأسرة يعني بحكم تجربتك بحكم تجربتك يعني إنك إنت لما أول شيء يعني الزيارات هذا أهم شيء إنك تزور دائما أبدا وتكون تواصل مع عائلة الأسير يعني هذا أهم حاجة التواصل وعدم الانقطاع عنهم يعني مش تزورهم يوم في هالسنة يعني فيه أسرة قاعدين بيقعدوا سنوات في السجن يعني ممكن أنا بقول لك في بعض مناطق وممكن التنظيمات يعني المسؤولين التنظيمات يعني بيصلوهم بس لكن مش بالشكل المطلوب وإحنا نقول لك قديش إحنا نعمل وقديش منزور إحنا مكسرين بالنسبة للأسرة أنا بحكيها وخذها عن لساني إحنا مكسرين لهم يعني الناس اللي فيدفع زهرت شبابها داخل السجن يعني أنت شو ما زورت وشو ما عملت وشو ما قدمت أنت مكسر بالنسبة لهذه الناس لأنه هذه الناس أصلا هي يعني أصلا لو ما فيش أسير ما فيش قضية ولا حد يداري عنها عشان هيك أنا بطلب من جميع الإخوان يعني في حركة فتح تحديدا أنه التواصل دائما وأبدا مع عائلة الأسير أو عائلة الشهيد أو عائلة الجريح دائما وأبدا لازم نكون معهم على تواصل وشو ما إحنا بنقدر إنساعدهم إنقدم لهم سواء مادي معنوي يعني أي مشكلة عالقة سواء كانت في نادي الأسير أو في نادي الجريح أو كذا لازم إحنا كتنظيم إنه دائما وأبدا نكون إنه إحنا اللي نكون نروح نحل المشاكل هذه الأسرة أنا هذا اللي بحكي بتتابعوا التطورات اللي بتصير جوة مثلا مرة تصدق مح في نفحة مرة تصدق مح لا 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 إحنا دائما وأبدا في عوالفرقة بالفترة نقلوا مجموعة المعتقلين الأطفال بدون مسؤولين عنهم على سجن في الدمون وفي ظروف صعبة بتتابعوا هذه القضايا؟ إحنا طبعا منتابع لهذه الأمور دائما منتابعها يعني لما بصير يعني مثلا بصير قمع داخل السجن يعني هذا قضية بتخص كل الوطن بتخص كل القيادة لما بصير إشي على أسرانا جوة يعني كل هيتنا منتابع هذه الأمور وانت بتعرف يعني لما صار في الـ 2016 الإضراب اللي دخلوا فيه 2016-2017 لما دخل فيه أخونا مروان البرغوفي بقيادات السجن إحنا طبعا يعني فيه ناس كمان ننحبسة داخل السجون يعني مع هذا الإضراب والوقف هذه فيه ناس دفعت الثمن وانسجنت لا دائما إحنا منتابع هذه الأمور ومنكف عند وجبنا وعند التزامنا وحتى وقفة يوم الأربع الوقفة التضامنية دائما وأبدا إحنا منكف مع أسرانا ومن الضامن لأنه إحنا بالنهاية أسرى كمان يعني صحهم أسرى برضو كمان إحنا منقول لك إحنا كمان كشعب إحنا أسرى كمان بنعاني نفس المعتاد نفس الظلم ودائما بحاجة لوقفات أبو محمد وين بتستفقد محمد اليوم وين ما كان بأستفقده إذا بأطلع بالسيارة بأتطلع إذا هو جند أقول لأ متعود تروح نتويا عشو نعم صح الحمد لله شايفك أكثر واحد متأثر اليوم وإحنا منحكي عن محمد ابني يعني الواحد بقول له شو بابنه يعني أنه بس يطلع على الصبحيات بس إذا سيرين تلفون بقول الله يصير بصدر شو صار في ابني جوه والحمد لله يعني أخو ياسر كديش الرجل بيكون قوي كديش الأب بيكون قوي لما بتعلق الموضوع في ابنه لما بتعلق الموضوع في قهر ناتج عن هذا المحتل الظالم بتنزل الدمع يعني أكيد أنت يعني إذا بتحكي عن يعني الأب يعني الأب يعني من بشعر أكثر شيء الأب والأم هي اللي بتدفع الثمن بالنسبة للأسير يعني صحيح نحن متعاطف ومنحزن على حزنهم لكن إحنا بالنهاية اللي بتدفع الثمن والحزن راح يكون في البيت الأسير نفسه أو بيت الشهيد هم اللي راحين أكثر ناسية أبطر والأم والأب يعني أنا بكدر هذا شيء ومنكدر ومنقول لأ أخونا أبو محمد يعني لا متحزنش ولا تزعل يعني ابنك يعني مش أول واحد ولا آخر واحد وهذه فلسطين يعني بدها مننا وفلسطين تستاهل إنه إحنا نضحي يعني محمد يعني إن شاء الله إنه ربنا بيطلعوا بالسلامة هو بقية أسرانا البواسل لكن فلسطين تستاهل إنه إحنا نضحي أكثر من هيك مش بأسير كمان ولا بشهيد يعني لو إحنا كنا أسرى ما فيش عنا مشكلة إنه نكون أسرى ما في عنا مشكلة إنه نكون كمان شهداء فلسطين تستاحق أكثر من هيك وكمان بقول أخي ياسر إنه قضية الأسرة بتتعلقش بس في الأسير نفسه كمان عائلة الأسير جزء من من المعاناة جزء من القاهر جزء من هاي الحالة لما بنشوف القاهر اللي بيعيشوه أمهاته أباء الأسرة وعوائل الأسرة وزوجات الأسرة هاي دائرة أوسع من دائرة الأسرة يعني كمان الشعور والمساندة لازم تمتد للعوائل الأسرة هي يعني أنت بتحكي أكيد كلامك 100% بس هذه الأمور كمان حتى بتوقفش يعني بس عند عائلة الأسير يعني كمان حتى المؤسسات الموجودة يعني سواء مدنية أو أسكرية يعني هذه برضو كمان اللي منزم يكونهم دور كبير بالنسبة للأسرانة يعني وعائلة الأسرة يعني لأنه صدكا يعني يعني إحنا منحكي عن أسير مثلا إلو سبع شهور أو ثمان شهور يعني ممكن يحكم سنة سنتين الله أعلم بس ما بالك يعني الأسرة اللي من السبعة وثمانين واللي من الثمانين خمس وثمانين خاطب كل هاي المؤسسات خطع ما مسؤولية إحنا من خاطبهم ودائما من كلهم يعني 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 يحكي لك عن يوم الأسير يعني اليوم في هالسنة لا يكفي ليوم الأسير أكيد في ناس يعني زي ما بكي لك إحنا منحكي عن أسيرة أسرة أثنين عنا أو ثلاث يعني من قدامى الأسرة عمستوى الوطن يعني إذا بتحكي عن محمود أبو خربيش عن 32 عام 32 سنة ومحمود 32 عام إمياتهم بعان وزور مرة في نفحة ومرة في سبع ومرة في السجن الفلاني ومرة في السجن الفلاني فما بالك يعني أنا يعني بقول لأبو محمد يعني إذا بتشوف مصايب الناس بتهون عليك مصيبتك يعني هذه الأم يعني اللي لها 32 سنة قاعدة بتزور السجون بتتردد على سجون يعني يعني عارف شو حجم المعناء اللي بتعاني فيها يعني 32 سنة وهي بتعاني إنت مش بس يعني السجين قاعد جو يعني الله يكون بعنو يسمعنا أنه ربنا يفرج عليه بس بيكون ورا يعاني العائلة بيكون بعاني منها 20 و30 بني آدم في هذا الموضوع شو بتقول للأسر ومعاتهم اليوم اللي انت بتحكي عنهم بقول لهم إن شاء الله أنه ربنا راح يفرجها على الجميع وفلسطين تستحق 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 منا أكتر من هيك والله يصبرهم وربنا يفرجها على الجميع وربنا يفرجها على جميع عصرانا وربنا يريحنا من هذا الاحتلال وأنها ثورة حتى النصر حتى النصر حتى زوال هذا الاحتلال يعني هذا الأكثر شيء بكتر أقوله بكتر أقول أنه ربنا أنه ينصرنا على هذا العدو وليزالة هذا الاحتلال على دحره عننا فلسطين إن شاء الله يا رب محمد شو كلمتك الأخيرة كلمة الأخيرة أنه يطلع كل الأسر إن شاء الله يا رب يشبس كل الأسر يعني مستمعين مشاهدينا الكرام الأعزاء أمام كل هذا التضحيات أمام كل هذه العظمة التي تقدمها أمهات وآباء الأسر إلى جانب أبناؤهم في سجون القهر والظلم والاحتلال لا بد يوما أن تشرق شمس الحرية لا بد يوما أن تتحقق الحرية رغما عن جبروتي هذا المحتل سنستقبل محمد سنستقبل جمعة تكروري سنستقبل محمد أبو خمود أبو خربيش يوما أحرارا في أريحة وفي كل مدن فلسطين لنحتفل بأعراس الحرية بهذا مشاهدينا الكرام ننهي وإياكم هذه الحلقة من برنامج في ضيافة أسير نلقاكم في حضرة مناضل آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر